أخفق منتخب قطر إذن في افتتاح المونديال بخسارته أمام منتخب الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسة الجولة الأولى من دور المجموعة سجل أن الفرنسيا الثنائية في الدقيقة السادس عشر من ركلة جزاء والهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين استمرت نتيجة المباراة على حالها إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال وأصبح فرنسيا صاحب أول هدف في البطولة فانتظار المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تقام الإثنين بين هولندا والسينيغال وتذي المنتخب قطر الترتيب من دون نقاط